السلام عليكم بالنسبة للدرس الاول في التركيب في مستوى الخامس الجملة الفعلية الفعل اللازم والفعل المتعدى ونائب الفعل اذا كتذكير لتعريف الجملة الفعلية الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بالفعل وفي هذا الدرس سنعرف الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدى اذا ابتدأت الجملة بالفعل فيجب ان نعرف هل هذا الفعل اللازم ام فعل متعدى بالنسبة للجدول رقم واحد اذا يقدم بالنسبة التلاميذ يقدم نص يقرأ ويفهم وتستخرج كلمات باللون الاحمر اذا لدينا رجع ياسير من المدرسة توضع ثم ذهب الى المسجد اذا هنا ثم ذهب الى المسجد وجلس باداب يقرأ القرآن اذا بالنسبة للجدول الاول هناك رجع ياسير توضع من ياسير ذهب ياسير جلس ياسير اذا بالنسبة للجمل فهي جمل تمت المعنى لا تحتاج الى كلمة اخرى رجع ياسير يمكن ان نقول رجع ياسير من العملي توضع ياسير ذهب ياسير الى المسجد اذا نضيف فقط الجار والمجرر ولكن لا نحتاج هنا الى المفعول به لاتمام معنى الجملة وبالتالي اذا كان الفعل لا يحتاج الى المفعول به لاتمام الجملة يسمى فعلا لازما ان اذا قلت رجع ياسير فقد فهمت المعنى ولا احتاج الى المفعول به وبالتالي هذا الفعل رجع هو فعل لازم لا يحتاج الى المفعول به توضع ياسير كذلك توضع فعل ياسر فاعل ولم يحتاج إلى المفعل به لذلك فإن الفعل توضأ فعل لازم وكذلك الفعل ذهب والفعل جلس نفس الشيء نسبة للجدول الثاني يقرأ ياسر القرآن إذا قلت يقرأ ياسر فهنا المعنى غير تام ماذا يقرأ ياسر؟ يقرأ ياسر كتابا؟ يقرأ ياسر قصة؟ لا يقرأ ياسر القرآن إذن هنا الفعل يقرأ والفعل قرأ يحتاج إلى المفعل به لإتمام المعنى وبالتالي فهو فعل متعدد صعد الإمام المنبرة صعد الإمام المنبرة إذن هنا الفعل والفاعل والمفعل به صعد فعل الفاعل الإمام المفعل به المنبرة إذن الفعل الذي يحتاج إلى المفعل به فهو فعل متعدد تابع ياسر الخطبة كذلك فعل وفاعل ومفعول به إذا الفعل قرأ وصعد وتابع هنا أفعال متعدية وحينما يصبح الفعل متعديا بمعنى أنه ينصب المفعول به يمكن أن نبنيه للمجهول يمكن أن نبنيه للمجهول مثلا نقول يقرأ ياسر القرآن إذا أردنا أن نبني الفعل المضارع للمجهول فإنه يبنى بضم أوله وفتح ما قبل آخره فنقول يقرأ القرآن يقرأ القرآن إذن الفتح ارتنا يأيو إذن بضم أوله وفتح ما قبل آخره إذن نفتح أصلا يقرأ القرآن في الجملة يقرأ ياسر القرآن أن القرآن مفعول به وحينما بني الفعل للمجهول فإن المفعول به أصبح نائبا للفاعل لأنه ينوب عنه ويأخذ حركته نقول يقرأ القرآن إذن يقرأ في المضارع مبني للمجهول القرآن نائب الفاعل مرفوع بالضم الضاهرة على آخره صعد الإمام المنبرة صعد فعل ماض إذن حينما نريد بناء الفعل الماض للمجهول يبنى بضم أوله وكسر ما قبل آخره نقول صعد المنبر صعد المنبر إذن صعد فعل مبني للمجهول المنبر نائب الفاعل تابع ياسر الخطبة توبعت الخطبة توبعت الخطبة تابع لأنه في الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره توبعت الخطبة إذن هنا الخطبة تصبح نائب الفاعل تلخص إذا رفع الفعل الفاعل ولم يحتاج إلى المفعول به فإنه فعل لازم إذا رفع الفعل الفاعل وتعداه إلى نصب المفعول به فإنه فعل متعد وعند بناء الفعل المتعد للمجهول يصبح المفعول به نائبا للفاعل ويصبح مرفوعا إذن نائب الفاعل وفي الأصل مفعول به ينوب عن الفاعل حينما يبنى الفعل للمجهول أتمنى أن يكون الشرح واضح ترجمة نانسي قنقر